أهلا بحضراتكم على قناة جسر عربي، قناة جسر عربي، قناة العرب في إيطاليا وإليكم تقرير جديد مفصل بأهم الأخبار وأخبار فيروس كورونا في إيطاليا وبيانات وأخبار من العالم لليوم الخميس الثاني عشر من نوفمبر العام 2020 بداية في أن أعداد المصابين في إيطاليا لليوم قد سجل 37978 حالة جديدة وأعداد الوفاء قد سجلت 636 حالة وفاء جديدة وأعداد الإصابة في إيطاليا تتخطى المليون حالة منذ بداية الوباء وإقليم فانتو يقفز في الإصابات حيث تسجل اليوم أكثر من 3500 حالة إصابة وبالنسبة لإقليم توسكانا فيسجل حوالي 2000 حالة إصابة جديدة وأما إقليم بوليا فيسجل حوالي 1400 حالة إصابة وبالنسبة للأقليم فانتو وفريولي فيناتسيا جوليا وإيميليا رومانيا يفرضوا قيودا صارمة وأما بالنسبة لأركوري فإنه يقول إن اللقاح سيصل إلى إيطاليا ولكن ليس للجميع وبوتشا يقول إن احتفالات أعياد الميلاد ستكون مقتصرة فقط على الأقارب من الدرجة الأولى وريتشاردي يقول إن الإغلاق التام غير مستبعد وسيليري من المحتمل أن يصل لقاح شركتي فايزر وبيونتك في بداية عام 2021 وفي نابولي تم العثور على جثة أحد المصابين بفيروس كورونا في حمام المستشفى وقد أمر المدعي العام بمصادرة الجثة وفي العالم يوجد أكثر من 51 مليون حالة إصابة والرئيس الأوكراني فلاديمير زليناسكي إيجابي للفيروس وحظر تجول في نيويورك من الساعة العاشرة مساء والعناية المركزة في ألمانيا في حالة حرجة وعدد الوفيات في روسيا عدد قياسي وبالنسبة للسويد فإنها قد فشرت في استراتيجية عدم الإغلاق وفرنسا تمد التأمين إلى أسبوعين آخرين وأخبار سرمي ميلانو حيث أنه مع الإغلاق قد انخفض مؤشر العدوى إلى النصف والأخبار السارة تصل من ميلانو حيث أنه انخفض مؤشر العدوى في المدينة إلى النصف وقد صرح بذلك المدير العام لشركة آتيس ميلانو فالتر بيرجاماسكي والتي أرجع النتيجة الجيدة إلى حالة الإغلاق والتي أمر بها رئيس مجلس الوزراء في مرسومه الأخير وهل ستكون هناك موجة ثالثة من الفيروس وما هي المخاطر التي ستمر بها إيطاليا وصول موجات أخرى هو جزء من الاحتمالات التي دعمها الخبراء منذ بداية الوباء واتفقوا على أن السلاح الوحيد الذي سيسمح لنا بالخروج من هذا الوضع سيكون هو اللقاح وإلى أن يصل اللقاح إلى جميع سكان العالم فإن علينا أن نستمر في توخي الحظر في العلاقات الاجتماعية ومحاولة إبقاء العدوى تحت السيطرة وموجة فيروس كورونا التي نواجهها الآن لن تكون الأخيرة وتأتي الإشارة من بعض البلدان الأخرى مثل اليابان حيث أنه يبدو أن تخفيف القيود بها قد ساهم في وجود موجة ثالثة من الإصابات ويؤكد الخبراء أن الفيروس لن ينتهي طوال عام 2021 على الأقل وفي السويد تفشل مناعة القطيع فالمستشفيات أكثر ضعفة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وقفزت السويد في الأشهر الأخيرة إلى عنوين الأخبار لكونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تفرد إغلاقا لمواجهة فيروس كوفيد 19 كما ينبغي لأنها كانت تستخدم استراتيجية مناعة القطيع والتي أثبتت فشلا ذريعا وأن فقط 8% من سكان الدولة الذين تكونت لهم أجسام مضغطة وريتشاردي يقول نحن نعمل بالفعل على خطة توزيع وطنية وفالتر ريتشاردي مستشار وزير الصحة يقول أننا نعمل على خطة توزيع لقاح المضاد فيروس كوفيد 19 وهناك فريق منصق من قبل البروفيسور ريتسا والذي يدرس أنسب خطة الواقع الإيطالي وعلى فرضية أنه سوف يكون هناك إغلاق عام فإنها غير مستبعدة ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيب بيكونت يقول أنه طلق منذ بضعة أيام بريد إلكتروني ذو طابع خاص لأن هذا البريد الإلكتروني قد وصل من طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام ويدعى توماسو عزيزي الرئيس أنا والعائلة والمدرسة وكلنا نحترم قواعد الأمان ونضع الكمامات الخاصة بنا وفي هذا الصباح سألت أمي متى ستأتي أعياد الميلاد لأنه قلق بشأن بابا نويل وأطلب من سيادتكم أن تسمحوا له بأن يأتي لنا نحن أطفال العالم حاملا لنا الهدايا أعرف أنه كبير في السن وأنها مخطرة بالنسبة له ولكنه إنسان بارع وسوف يضع أيضا الكمامة الخاصة به أعدكم بأن أضع له بجوار كوب اللبن الساخن والبسكويت أيضا المادة المعقمة أتمنى لكم عملا جيدا وأن تتكرموا بقبول هذا الاستثناء فقط له أتمنى أن أحصل على إجابة لأقولها لأصدقائي شكرا تمص وأخيرا إليكم تفصيل بعداد المصابين في الأقاليم لومبردية 9291 حالة جديدة وبيمونت 4787 حالة وكمبانيا 4065 حالة وفانيتو 3564 حالة ويميليا رومانيا 2442 حالة ولاتسيو 2686 حالة وتسكعنا 1932 حالة وليجوريا 1013 حالة وستشيليا 1692 بوليا 1434 حالة وماركا 833 حالة أمبريا 783 حالة وأبروتسو 541 حالة وفريولي فينيتسيا جوليا 838 حالة ومقاطعة بولسانو المستقلة تسجل 694 حالة وسردنيا 301 حالة ومقاطعة ترنتو المستقلة تسجل 253 حالة وكالابريا 426 حالة وظل داوستا 167 حالة وبازيليكاتا 228 وأخيرا موريزة تسجل 73 حالة وإلى هنا ينتهي التقرير لليوم ونلقاكم بإذن الله في التقرير القادم شكرا لكم